السلام عليكم طبعاً لتشوفوا العنوان تقول إليك بيت تلعب علينا ما دريش سالفة سالفة إني أنا شخص قد تعبت الشهرين هذه تعبت يمكن أربع مرات وفوق كذا حاولني ما أقطع القناة وحاولني أن أنزل يومياً إذي ما نزلت يومياً أنزل يوم أي يوم لا أحاولني ما أقطع أبداً وما أحب أذكر هذه الأشياء دائماً الشهرين هذه بحثت كورونا أربع مرات كلها كنت تعبان زي ما قلت لكم في الشهرين هذه التعب يجي ثم يروح ثم يجي أنا ما أدريش فيني كذا زي التعب يجي بعد أنزكام بعد أنصداع كل شي صار سبحان الله وفحصت فيها كلها ولا طلع فيني كورونا لكن المرة الرابعة اللي فحصت فيها كورونا كان ما فيني ولا شيء عرفياً ما فيني ولا شيء انت رايح أنا وهالي هم بيفحصون كورونا قلت خلني أفحص معهم بما أني مخالطهم فحصت اليوم الثاني صحيتم النوم على الساعة ثلاثة الفجر وألقى رسالة من صحتي الصورة طالعة قدامكم على الشاشة أنا ما كنت متوقع ولا واحد بالمية أن فيني كورونا لكن سبحان الله كتراح مع أهلي توينا كل النفح وطلع فيني كورونا أهلي كان فيهم كورونا طبعاً كذا والله العظيم صحيتم النوم شفت الرسالة حسيت كذا أني في حلم ما أدري ليش لأن أنا ما فيني شيء ما كان فيني ولا شيء يعني ما في تعب ما في زكام ما في صداع حسيت الضغ عندي كويسة حسيت شم عندي كويسة ما فيني ولا شيء لكن سبحان الله صار فيني كورونا طبعاً بعد ما شفت الرسالة جثني صدمة كذا المدتها مدي كم ساعة الحمد لله أني تقبلت الوضع يعني دام أني ما فيني شيء وجثني كورونا بإذن الله هذا المرض أني يمر علي بدون أي تعب بإذن الله اليوم اللي بعده أنا سويت فحص يوم الثلاثة يوم الأربع وصلتني الرسالة يوم الأربع إلى خميس جمعة سبت اليوم هو اليوم الرابع إذا بتخلط أي أحد انتبه 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 ولبس كمامة مهما كانوا أهلك مبأهلك أنا سبحان الله ما كافي لي شيء فترة قصيرة ما كنت متوقع هذا الشيء لكن سبحان الله سعرفيني كورونا طبعاً بعد اليوم الأول بدأ يجينا صداع ذاكريه كذا تعرفون الصداع اللي يجي فوق الحواجب هنا صداع يخليك تكره نفسك زاد الخمول فيني خمول يجي بهم فترة وفترة لكنني حاول أني أسوي أي شيء وقت هذا الخمول أحاول أني ما أنسدح أسوي أي شغلة أروح ألعب أروح أصور أروح أسوي أي شيء إلا أني أنسدح ستح هذه بتخليني أقد يومي ثلاثة أيام بدون أي حركة فهذا الشيء بتعبني زيادة مقطع قصير جداً أي مكان تطلع لألبس كمامة تحسيت أنك تعبان حاول أنك ما تخالط أحد توان تعب سكام أي شيء رح فحص رح فحص بعض الأيام التعب تحس أنه مو بتعب كورونا لكن ترى الكورونا من شخص لشخص تختلف أنا اللي جاني ما أدري هل هو أخف شيء أو أنه في ناس أخف من كذا لكن أنا الحمد لله ما جاني أتعب اللي جاء أغلب الناس اللي جاء من كورونا حاصة التذوق حاصة الشم ما أدري إك طبعا الصداع جاني حاصة التذوق صارت خفيفة لكن أتذوق وشم دي ناس أن Ryan left عنهم بسالفة لانه أستطيع الشم أي شيء لكن أنا الحمد لله أستطيع قسم ما أدري هل بيتختلف الأيام الجاية ولا لا إن شاء الله إن شاء الله أنه ما تسبب لنا ولا تعب ولا شيء اللي جاهم كورونا الحين أو فيهم كورونا الحين عليكم بالعسل والفواكه أي شيء في فيتامين رخضة لأنه بيقوي مناعتك وبإذن الله أن الكورونا ما رح يأثر عليك أبدا بإذن الله فهذا الشيء اللي قاعد تسوي هنا قلبة عسل عندي أول ما أقوم من النوم الصلاح هذه ملعقة عسل هذا المقطع ما أبغى فيه لايكات ما أبغى فيه أي شيء حبيت خبركم هذا الشيء وقلت في إستقرام لكن جيت أخبركم هنا في اليوتيوب لأن الأغلب يقل لكومنتات يقولون ما تشوف شر مدريش مسالفه شفيك و شما فيك أنا بحاول بإذن الله أني بنزل مقاطب في الأيام الجاية بحاول أني ما أقطع إذا قطعت تعرفون عن عذري يانا صداعي يانا إرهاق يانا أي شيء من ذا الكورونا الله شفينا منه نزلت في إستقرام و تويتر وقلت ما أبغى نزل اليوتيوب لكن جاء الوقت اللي أقول لات ما أقول لهم في ستمائة ألف مشترك حرام أني ما أقول لهم وش فيني وش ما فيني عشان يعرفون بآخر مستجدات يعني في مستجدات لو قطعت ولا شيء تقم العافية على المشاهدة و نراكم على خير في عمال الله السلام